والله عايزين نوصل معاه وهلازم اوصل ان الست طول بوقت ايجابية ومثالية وعملة مجهود جبار في حياتها نفسنا نوصل يا ستات ويا رجالة ان احنا نوصل للتأدير الله كتر خيرك الله تسلم ايديكي انا عارف ان انت بتتعابي والله ده انت ده انه لو مكانك مقدرش اعمل انت بتعمليه ده تعرف لو سمعنا جملة من الثلاث جمل دول للستة عارف اللي هو تطير بالليل على الحيطة تعمل كل حال يعني والله يعني دينامو بالزيادة يعني فيه بقى بعض الرجالة الخبيثة رجالة ده بقيت شغل دماغة اكتر من الستات للأسف يقولك ايه فيه مثل كده زمان كان بيتقال لو الستة الليها خن في البيت هده فاللي هو ليه ويفضل بقى ايه مسلسل مراته فطول اللي لوقت تبقى بحتجاله والقرش بالقرش وما يزودش وما يعرضش يعني عايزين نحكي الناس يعني ايه لو الستة ليها خن في البيت هده يعني فيه ناس احيانا بتبقى شايفة ان الستة مفروض ما يبقاش في ايدها ايه سلطات او مميزات سواء مادية او اي حيات تقدر هي تمتلكها معملهاش يساب اسمها تنفاصل عن البيت يعني تستقل عن الراجل او حاجة فطول ما هي حاسة انها محتاجة للراجل ومحتاجة للبيت بتبقى قادر يسيطر عليها تمام يعني مكلباش مكلباش يعني ايه اول مدهاش فلوس مدهاش وضع عشان كده رجلت ليه من النوادر اللي يكتب البيت باسم امراته مثلا يقول لك لا دي ممكن تسيبني وتمشي تتجاوز واحد غيري ليه دايما الراجل عنده خاوف عندي الثقة بنفسه ان هو ايه المشكلة لما اكرمها وعزها واجب لها وديها وهو ده الصح يعني حتى شرعا ده الشرع بيوصب كده وهو زي ما حدركوا ذكرتي الستة لو الكلمة منها مش ان انا بس اخليها تمتلك حاجات او اعززها باشياء او ان على الاقل لا خلها شريكة حياة زي ما انا بمتلك هي بتمتلك او ان هي يبقى لها قدرات او حدث زي كده لكن هو التركيز كله على المخاوف هو عارف ان فيه اوجه خسور فطول الوقت علشان الشخص اللي معايا ده ما يزعش انا بخليه وضع ان هو تحت ضغط او تحت استرس طبعا يعني ده ما بيوصلش الحياة الزوجية النجاح بالعكس هو بيستهلك وهي تستهلك والاتنين بيوصلوا لحياة الطلاق العاطفي او الخرسان او الاتنين يبقوا قاعدين ساكتين وقافش اي بينهم حوار خالص ايوه بتحس انهم عافلوس وبخيل ومستخسر فيها بقى خلاص بيبتبقى شايفة وقارية الوضع بالزرق طب ما انت معاك يا اخي ليه ما مناشش فرقنا في البيت ولو قالت له عايزين غير انتري ولا حاجة على العيد لا لا بعدين طب بس معايش دلوقتي هو الراجل يتعلم طول الوقت اصلا انا معايش دلوقتي اصلا انا معرفش ليه 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 دايما بيديعي الفقر هو بيديعي الفقر بنيفقر ليه بديعي الفقر ليه علشان هو مش بيشارك الزوجة وفاهم ايه المهم بالنسبة لنا و ايه مش المهم يعني دايما النقطة بنشوف ايه ست تيجدي مثلا تقول زي ما حضرك ذكرت برضا انا عايزة اجدد انتري عاوزة اعمل اي حاجة في البيت عايزة اجدد اي حاجة هو شايف ان ده مش مهم بالنسبة له خلاص ما فيه انتري احنا قدين عليه وبعدين يعني ما الضيوف هتيجا تقعد الضيوف هم ده حياتنا واحنا اللي نمشيها هو عنده انشغال بأشياء مهمة بالنسبة له تختلف عن انشغال المرأة او عن انشغال الزوجة الموضوع علشان يتحل زي ما قلت لحضرك هو برضو الحوار لازم الاتنين كل واحد يفهم ان الحاجة دي اهمية ايه بالنسبة لك مش بتقس اهمية الحاجة بالنسبة لك انت انا ما بتكلم عن حاجة مثلا تغيير فرش تغيير اي حاجة انت بتشوف الحاجة دي اهميتها ايه بالنسبة لي مش اهميتها ايه بالنسبة لك انت هو ده يعني ده انا شبت في فرح الحمى يعني حمى العروسة بيقول لابنه العريس تخيلوا بيقوله ايه انا كنتش مصدقة عايزة اقوم اجيبه من رقابته بيقوله ايه وعد اتقول لمراتك بعد كده دخلك كام وايه وعد اتفهمها انت بتقبط كم من شغلك ولو معاك فلوس في البنك ما تفهمهاش وما تعرفش عنك اي تفاصيل ليه ليه يعمل حاجة مالك ليه الراجل ما يقولش لمراته معاه كام ويشاركه بعض يعني انت زرعت قنبلة نووية في دماغه من اول يوم جواز ايوه فدي جزء مهم هو مش جاي من الشخصين جاي من الاطراف الخارجية ليه كده وبدأ يحط مخاوف جواه في ليلة زي كده بالزب مهمة بالنسبة له فبتدي ينشغل بحاجات طب هو ليه قال لي كده خاصة لو حد هو مهم بالنسبة له طبعا أبو ماذا ما بولك ايه هم من كده يعني فهي حد مهم بالنسبة له طب هو هو وصل تب ليه تبدأ صح تبدأ غلط لو ما عملتش كده بقى أنا ما سمعتش كلام بابا طب لو عملت كده وتلاقي البنت قابليها شايفة كريم وشايفة بيجيب لها هدايا وبيفسحها وبيصرف ففجأة لقيه جاب خطوة انت يا طورة اللي هو ايه ده انت كنت بتمثل بقى علي ما هي بيجي لها بقى ايه في نوع من اللغبطة خلاص هو العلاقة ما بقتش ما بين اتنين العلاقة بقت اكتر من طرفين فعشان كده هيبتدوا يتدخلوا وعشان كده دايما ننصح الناس سيبوا الزجين يحلوا مشاكلهم مع بعض بلاش حد يتدخل ياريت مشاكلهم سيبوهم يفكروا صح مع نفسهم يعني من قبل ما المشكلة تيجي هم بيزرعوا المشكلة يدير حياتهم هتقابلهم مشاكل وده اللي هيخلهم هم الاتنين يزاي يفكروا وما فيش حياة بتبقى ماشية طول الوقت بشكل سليم أو بشكل حاجة يعني طبيعينا هتقابلنا مشاكل ولازم نحلها وده اللي هيبني الأوقات الشدة والأوقات التفاهم بين الزجين واختلاف وجهة النظر ويخلق بينهم حتى حوار يعني ممكن ده يكون حتى في حدث مما تساويهم تتكلمهم مع بعض هيبتدوا الاتنين كل واحد احترامه للتاني يزيد تفاهمه للتاني يزيد يبقى فيه لغة حوار بينهم وبالتالي بعد شوية يتعودوا من هم يعودوا مع بعض لكن ده فترة ان احنا تعودنا ان احنا الاتنين نعود ونتكلم حتى لو في المشاكل بيسمح للزجين بعد شوية ان كل واحد فيهم يتفهم رأيه الآخر فيه وتكوينه شكل ايه فطول الوقت احنا بنقولي الناس خلكوا برا سيبهم يديرها حياتهم وعشان كده احنا تتبسل اللي احنا بنتكلم عنها ان احنا ندي نصايح او رشادات عامة هو ده ما بينفعش في الزواج لانه هو متفرد فكل واحد بيعيش خبرته لكن خليك متأني بمعنى ايه استنى لحد ما تفهم الطرف اللي قدامك شكله ايه سواء كزوج او كزوجة وبعد كده ابتدي والله انا فهمت عنك كذا لان برضو فيهم ده ممكن يكون خاطئ ممكن يكون حد مثلا تاني انا شفت حاجة في الاسرة فبقى عندي مخاوف من ان مثلا البنت والله ده ممكن تتصرف تصرف زي ما ميتها فابتدأ يتكون عنده تعال بقى نتكلم ونشوف ده صح والله غلط علشان نوصله وما بقاش في عندي مخاوف وبقاش تقول الوقت انت خايف مني وهربان مني وبعيد عني مش بنتكلم مع بعض بشكل كويس